اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاعداد المركبة تعملنا مع المميز وتعيين نوع جذري المعادلة دون حل المعادلة باستخدام المميز اللي هو الجزء اللي تحت الجذر التربيعي فاكرين اللي هو به تربيع اربعة الف جيم وقلنا لو كان المميز ده اكبر من الصفر يبقى الجذران الحقيقيان مختلفان لو كان المميز ده بيساوي صفر الجذران الحقيقيان متساويان لو كان المميز ده اصغل من الصفر الجذران تخيليان يعني عددان مركبان غير حقيقيين ده الجزء الاول في الجبر وكده باذن الله ان شاء الله فظل لي ثلاث موضوعات ونخلص فرع الجبر النهاردة هننتقل الى بستان جديد اخر من بساتين الرياضيات وهو بستان ممتع جدا وهو بستان حساب المثلثات حبيبي حساب المثلثات من الفروعة المهمة جدا جدا في الرياضيات ومش الرياضيات بس كمان بنحتاجها جدا في الفروع الاخرى بنحتاجها في الفيزيا وفي الكيميا يعني مهم جدا تركز في حساب المثلثات لاني مستمر معاك لغاية الجامعة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هذا العام بإذن الله هنتعامل مع موضوعات جميلة جدا في حساب المثلثات اول موضوع هنتعامل مع الزاوية الموجهة يقول لي ايوة انا اتعاملتي مع الزاوية من ابتدائي واعدادي اقول له طبعا افكرك قلنا الزاوية عبارة عن ايه التعريف الصابق اللي احنا خدناه يقول لي ايوة انا صح افتكرت اقول كده الشعاع واو الف اتحاد الشعاع واو به ايوة كول الزاوية الكلام ده اخدنا قبل كده تبقول لك اقرأ معايا الزاوية تقول لي سهلة اقول ايه رأس الزاوية واو واو والف واو به اللي هم الشعاعين دول يسموا ضلعي الزاوية يبقى اي زاوية مكونة من ايه يقول لي رأسه ضلعين تعالinya اقرأ الرأس يقول لي الرأس واو طب الضلعين الشعاع واو الف والشعاع واو به طب يقرأ للك الزاوية يقول لي ايوة اقول كده زاوية ألف واو به الكلام ده ايه شغل بتاع زمان او ايه تاني يقول لي ايوة به واو الف او زاوية واو يبقى الكلام ده حبايب خدناه امتى على قديمه ايوة قلنا ايوه اقرأ زاوية بتلت طرق اقول الف واو به اقول به واو الف اقول زاوية واو ايوه الكلام ده كان زمان تقول لي الله هو الكلام هيتغير النهاردة ايوه يا حبيب ليه بقى تعالى نشوف احنا اولا تعالى نسبت ضلع فيهم هنسبت الضلع واو الف هنسبت الضلع واو الف تخيل كان الشعاع واو به منطبق على واو الف تخيل واو به كده كان منطبق وبعدين انا مشيت كده اه يبقى فيه ضلع ايه متحرك الضلع المتحرك يسمى الضلع النهائي للزاوية اما الضلع السابت يسمى الضلع الابتدائي يبقى الكلام هنا مهم وخد بالك انا بتحرك عند قياس الزاوية ايوه من الضلع الابتدائي للضلع النهائي يقول لي الله يعني معنى كده انه هيبقى ليك ايه ايوه برابو عليك هيبقى ليك اتجاه يقول لي ايوه يبقى ده كلام الجديد بتاع النهاردة يبقى مش اي زاوية هنتعامل معاها ايوه هنتعامل مع الزاوية الموجهة يقول لي ايوه بتحرك من ايه اللي فين برابو عليك من الضلع الابتدائي للضلع النهائي ولا بتحرك كده بتحرك مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة قولي انت بقى جميل جدا بتحرك ضد عقارب الساعة وسبيه القياس الموجب للزاوية الموجهة يقول لي ايه ده هو فيه اشارة موجب واشارة سالب ايوه قياس الزاوية دائما هو قيمة موجبة لكن الموجب السالب تعبر عن الاتجاه وانت بتحرك من الضلع الابتدائي للضلع النهائي ماشي ضد عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة يقول لي ايوه انا ماشي كده يبقى ضد عقارب الساعة ضد عقارب الساعة يبقى ده قياس موجب للزاوية الموجهة حلو الكلام يعني لو قياس هسيتة يبقى قياس zasad يساوي سيتا ويمكن التعبير عن الزاوية الموجهة بزوج مرتب المسقط الأول هو الضلع المتجه أو الشعاع الشعاع وهو ألف المسقط الثاني هو الضلع النهائي الشعاع وهو به يبقى قدر عبر عن الزاوية الموجهة بزوج مرتب المسقط الأول هو الضلع الابتدائي والمسقط الثاني هو الضلع النهائي حلو الكلام طب تعالوا نشوف كده يقول لي أيوة السهم جاي من اللي فين أيوة السهم جاي من الضلع الابتدائي إلى الضلع الإيه حبيبي إلى الضلع النهائي الله طب وانا بتحرك كده أنا ماشي من الابتدائي للنهائي ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب ايوة الناس اللي مركزها حبيبي اللي بيقولوا معايا ما احنا قلنا نتكلم رياضة ونتب رياضة نتمتع رياضة ونفهم رياضة يقول لي ايوة وانا بتحرك باللي ابتدائي للنهائي ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب يقول لي لأ ماشي مع العقارب طالما ماشي مع العقارب يبقى الاشارة بتاعتي مجابة ولا سالبة يقول لي ايوة يبقى الاشارة بتاعتي سالبة يبقى الإشارة بتدل على الاتجاه تعال انطبق مع بعض أقول كده في الشكل المرسوم اوجد قياس زاوية ألف وو بيه الموجهة بتساوي كم درجة يقول لي أولا أبص على الاتجاه أنا بتحرك تحرك السهب يبقى دا ضلع المتجه أو الشعاع هو الشعاع أو الضلع الاتدائي أما الشعاع وو بيه هو الضلع النهائي يقول لي إيه اللي عرفك اتجاه السهم هو اللي عرفك يقول لي أيوة يبقى دا قياس موجب ولا قياس سالم الله عليكم يبقى دا قياس موجب ليه لاني بتحرك الضلع الاتدائي للضلع النهائي بيتحرك معه ولا ضد عقارب الساعة يقول لي أيوة ضد حركة عقارب الساعة يبقى دا قياس موجب للزاوية الموجهة يبقى بتساوي موجب 60 درجة طيب تعالوا انشوف الزاوية التانية يقول لي الله ده انت بتتحرك منين من الشعاع واوالف الى الشعاع واوبيه بص اتجاه السهم يقول لي ايوه عرفت خلاص فين الضلقة الانتهائي يقول لي المتجه واوالف ليه بادئ من عنده السهم طب فين الضلقة النهائي المتجه واوبيه ليه انتهى عنده السهم طيب افكرك الاول مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول اي نقطة بتساوي كم يا حبايبي الله عليكم 360 درجة حلو الكلام رائع الكلام طب انت هنا المعلوم عندك الزاوية المعلوم عندك كم درجة يقول لي 60 درجة يبقى الزاوية الاخرى كام يقول لي ايوه الزاوية الاخرى قياسها 300 درجة خد بالك يا ترى هي في الاتجاه البوجب ولا الاتجاه السالب يقول لي تعالى نشوف انا ماشي كده ازاي يقول لي اه ده انا ماشي مع الايه مع العقارب يبقى قياس سالب يبقى بتساوي سالب 300 درجة يقول لي هو فيه قياس زاوية بالسالب اقول له ايوه احنا اتفقنا قلنا كلمة موجب وسالب بتدل عليه حبايبي برافو عليكم بتدل على الاتجاه انت يا ترى اول ما شوف قياس سالب ايوه اعرف على طول ان الزاوية تحركت ازاي ايوه تحركت من الضلع الاتدائي للنهائي معه ولا ضد عقارب الساعة يقول لي لو كان موجب يبقى تحركت ضد عقارب الساعة طب لو كان سالب الله عليكم يبقى تحركت مع حركة عقارب الساعة يبقى هو ده يبقى هو ايوه سلام عليكم السلام علي رحمة الله مين معي معك عمر ايوه عمر اتفضل كان في سؤال بس اتفضل يا عمر اقل صوتك شوية في سؤال معي بقول لي اتفضل يا عمر في سؤال اسمه ثلاثة سين نقص خمسة اذا كان ثلاثة سين نقص خمسة نعم ده جبر جبر لا احسى الزوج الموجة احسابه ثلاثات اه احنا قلنا حاجة لسه يا عمر التمنين يا عمر التمنين يا عمر من اسوان اسوان من اسيوت اسوان اسوان اتفضل يا عمر اذا كان ثلاثة سين نقص خمسة درجة ايوه واصغر اصغر قياس موجب تمام اصغر قياس موجب ايوه فصلة ثلاثة ساد نقص خمسة درجة اكبر قياس سالب لزاويتين متكافئتين ايوه ثلاثة ساد نقص خمسة ثلاثة ساد نقص خمسة اه درجة ايوه اكبر قياس سالب لزاويتين متكافئتين دي واحدة لو يتيمه تكفئتين فالنسين لا قصاد بتساوي عنده خيارات عندي تلتمية وستين ما لين خيارات ايوه تلتمية وستين علي سوطة اتنين وستين لا تلتمية وستين تلتمية وستين اه مية وثمانين مية وثمانين مية وعشدين ايوه تسعين كم؟ تسعين طيب ده احنا نسه نقول باسم الله الرحمن الرحيم يا عمر الكلام ده هيتقلل النهاردة ان شاء الله يعني تتابع الحلقة والكلام ده هنقوله النهاردة تمام؟ ماش ماش احنا خدنا كم نوع لزوية الموجهة قياس ايه وقياس ايه؟ قياس موجب وثالث اه طيب امتى يكون قياس موجب يا عمر؟ لو موجب يبقى مع عقرب الساعة لو ضد عقرب الساعة الله عليك لو الحركة من الابتدائي للنهائي ضد حركة عقرب الساعة طيب لو كان الحركة مع حركة عقرب الساعة يبقى القياس ايه يا عمر؟ هتبقى سالب الله عليك تابع معايا عمر وان شاء الله نحل التمليل معنا وفص الحصة ان شاء الله ماشي حبيب طبعا التمليل اللي قاله عمر هنحله مع بعض وستحلصه في بداية الموضوع طيب يبقى تكلمنا دلوقتي على الزاوية ايه؟ الزاوية الموجهة تعالوا نشوف كلا حبيبي الوضع القياسي للزاوية الموجهة ايه هو الوضع القياسي؟ متى تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي؟ اذا حققت الشروط التالية واحد رأس الزاوية ينطبق على نقطة الاصط انا هعمل دلوقتي محاور شايفينها؟ ادي سين سين شرطة سات سات شرطة محاور متعامدة متقطعة فين في نقطة الاصط اللي هي هو امتى اقول الزاوية الموجهة في الوضع القياسي؟ يقول لي اولا اذا كان رأس الزاوية ينطبق على نقطة الاصط على نقطة واو طيب الشرط التالي الضلق الابتدائي ينطبق على الاتجاه الموجب لمحاور السينات يعني ينطبق على واو سين موجب يبقى ده الضلق الايه؟ الضلق الابتدائي النهائي متحرك يجي هنا يجي هنا يجي هنا يجي في اي ربع قدامنا يبقى الشروط الاساسية لكي تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي ايوة رأس الزاوية ينطبق على نقطة الاصط طيب حلو الشرط التالي الضلق الابتدائي ينطبق على الاتجاه الموجب لمحاور السينات كلام رائع جدا تعالي شوف كنا مع بعض اهو هنا الشكل التالي ده وضع قياسي ايوة الضلق الابتدائي يقول لي ايه اللي عن رفق ما احنا اتفقنا السهم خارج كده يبقى ده الضلق الايه؟ الابتدائي اللي هو مين؟ الشعاع وهو ألف منطبق على واو سين موجب ايوة وده الضلق النهائي ايوة وهنا رأس الضلق ينطبق على نقطة الاصل ايوة يبقى قياس زاوية ألف واو به الموجهة بتسوي كم سمعني ايوة برابو عليكم انا سامي حدي بيقول لي سالي تسعين حاسم الاتجاه بتاعك ايه؟ لده حركة عقارب الساعة يبقى موجب تسعين درجة حلو الكلام طب انا هعمل كده خمسة واربعين حلو اقولك اوجد في الشكل المقابل اوجد قياس زاوية سين واو عين الموجهة اوجد قياس زاوية سين واو عين الموجهة يقول لي اولا بدي منين من نقطة الاصل ايوة والضلع اللي تلاقي منطبق على واو سين موجب ايوة يبقى ده كده ايه؟ الشروط منطبقة يبقى دي زاوية موجهة في وضع قياسي طب اوجد قياسي القياسها كام يقول لي ايوة دي كلها لغاية هنا مستقيمة يعني 180 زاوية عليها 45 يبقى متر 25 يبقى قياس زاوية سين واو عين الموجهة متين 25 درجة طيب الزاوية سيتا حتة مهمة جدا دلوقتي دلوقتي لو انا عندي كده عندي زاوية سيتا عندي زاوية في وضع قياسي قياسها 30 درجة اقول كده عندي هنا عندي هنا زاوية بص المنظر بص المنظر واخد بالك من الكلام يقول لي الله يعني انا دلوقتي واقف هنا وتحركت كده عملت زاوية موجهة قياسها قال بوجب 60 درجة يقول لي ما احنا العبرة في قياس الزاوية الموجهة هو التحرك من الضلق الابتدائي للضلق النهائي واحد قال لي هقف هنا وامشي كده نحصل على نفس الزاوية ايوة طبعا ايوة طبعا زاوية لها نفس الضلق النهائي ايوة يبقى الزاويتين متكافئتين يبقى تكافئ تكافئ مين بقى يقول لي تكافئ الزاوية الكبيرة التانية ايوة تبدي قياسها كام ما احنا اتفقنا ماشيين مع العقارب ايوة يبقى قياس سالب يبقى قياس سالب ايوة سالب كام سالب 300 درجة ايوة يا مروة اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام زي الحياة مصر اهلا وسهلا كل سهلا طيبة يا حبيبي امتطي ايوة خير يا مروة اه عندي سؤال في الجبر سؤال في الجبر اي طبعا احنا يا مصرل ساعد الوقت بدلا من نحط الحلقة يعني نحاول نسأل في اللي احنا فيه الله يخليكم نسح اتفضلي اتفضلي اديني السؤال واجوبوا في الجبر ان شاء الله يلا يا مروة اتمنين يا مروة انا من المينيا وتبعين يا مروة اه منين يا مروة من المينيا المينيا اي تفضلي يا حبيبي اوجد قيمة جزر لأ علشتك شوية اوجد قيمة اوجد قيمة ايوة جزر قيمة ايه جزر جزر اه جاز خمسة زائد اتناشر ته خمسة زائد اتناشر ته ايو بس كده بس ده سؤال اي ايش حبيبي وفي سؤال تاني معلي اتفضلي اذا كان بسرعة عشاني مروا اذا كان ايو اتفضلي اذا كان ايو سين زائد ته صاد تربيع ته صاد الكل تربيع ولا تربيع بس لا الكل تربيع الكل تربيع ايو كده في في خمسة ماجس اتناشر ته ايو هيتساوي خمسة زائد اتناشر ته هتساوي ولا في لا بتساوي تساوي اه اوغد قيمة سين وصاد اوغد قيمة سؤال جميل جدا شكرا يا سبيل هل تبقى حاجة تانية يا مروة؟ لا شكرا متابعنا يا حبيبي اه؟ نا شكرا ان شاء الله في الجبر بإذن الله اتكلم في الحاجة دي مع بعض بإذن الله ماشي حبيبي طيب العبرة في قياس زاوية الموجهة هو التحرك من الضلع الاتدائي للضلع النهائي يقول لي ايوة انا اتحركت من هنا ل هنا قطعت ايه؟ يقول لي ايوة موجب ستين انا ماشي ايه؟ ضد العقارب ايوة يبقى القياس موجب يبقى قياسها ستين درجة الله واحد قال لي مشتا قلتنا العبرة في قياس الزاوية هو التحرك من الضلع الاتدائي ووصل لنفس الضلع النهائي ايوة واحد قال لي انا همشي كده هقف على الضلع الاتدائي هو وهمشي كده ضد همشي مع عقارب الساعة لغاية ما اوصل لنفس الضلع النهائي نحصل على زاوية تكافئ الزاوية الاصلية الله طب دي كام يقول لي ايوة انت ماشي كده احنا قلنا كل ده كام تلتمائة وستين سالب تلتمائة وستين زود عليها ستين يديك سالب تلتمائة يقول لي الله يعني الزاوية التي قياسها الزاوية الموجهة التي قياسها ستين درجة تكافئ الزاوية الموجهة التي قياسها سالب تلتمائة انا سامح حد بيقول لي الله يعني الستين درجة اللي قدي كده تكافئ الـ 300 درجة اللي قد كده لأ ما هي بيجي الوزن مش بالتقن هي الموضوع ده انا بقولك ده موجب 60 وده سالب 300 يبقى العبرة ايه العبرة في وصول الى نفس الضلع النهائي لحد يفتكر ان هو ايه يفدل يقال يقولي الله ده الـ 60 قد كده والـ 300 قد كده الموضوع مش كده الموضوع ان انا بوصل لنفس الضلع الايه النهائي يبقى جميع الزوايا الموجهة التي لها نفس الضلع النهائي ملها تكون متكافئة يقولي الله طب ايه رأيك انا ممكن اجيب زاوية موجبة اخرى مكافئة للزاوية 60 درجة ايوة انا جبت قياس ايه زاوية اخرى سالبة مكافئة للزاوية 60 طب اقدر اجيب زاوية اخرى موجبة مكافئة للزاوية 60 اقول له ايوة بص معي اهو انا هبدأ من هنا اهو هبدأ كده بص الكلام اهو اهو ماشي كده 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 لغير كده عملت كم درجة يقول لي اه ده انت بدأت من هنا وعملت دورة كاملة فين ضد ولا معا يقول لي ضد عقرب الساعة عملت دورة كاملة يعني كام يعني 360 درجة يبقى انت لو واقف فاي نقطة في المشتوى وعملت دورة كاملة يعني وصلت لنفس النقطة يعني عملت دايرة عملت دايرة ايوة يعني عملت دورة كاملة يعني عملت 360 طب ايه رأيك هلف كده تاني بقى لغاية ما اوصل هنا يقول لي اه ده انت كده عملت ايه بقى عملت 60 درجة زائد 360 درجة ده انت زودت عليها دورة كاملة وصلت فين نفس الضلع النهائي الله حلوة اللعبة واحد يقول لي الله دا لعملت دورة كاملة فوق الستين ايوة وصلت لنفس الضلع النهائي اجمع يديلي كام يقول لي 420 درجة مالها تكافئ الستين درجة ايوة ليه لهما نفس الضلع النهائي ما بتوقفت عند نفس الضلع حلو الكلام ممتق الكلام واحد قال لي الله كما لا ممكن اعمل دورتين هاعمل دورة واعمل كمان دورة هي هي ايوة ستين زائد اتنين في تلتمية وستين يعني كام 720 اجمع يبقى كام 780 780 780 تكافئ ايوة 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 مين معايا يبقى قلنا يبقى قلنا دلوقتي ان انا اقدر احصل على اقول كده الزاوية ستين درجة عايز قياس زاوية دي زاوية موجهة قياسها موجب ستين ايوة عايز احصل على زاوية موجهة اخرى موجبة مكافئة لها يقول لي سهلة ازود عليها ايه دورة او مضاعفات الدورة الدورة في كام 360 يقول لي زاود عليها 360 تحصل على زاوية تكافئ الزاوية العاصلية مش بس كده وزاود عليها دورتين اتين في 360 نحصل على زاوية تكافئ الزاوية العاصلية وممكن ازود عليها ثلاث دورات وهكذا يقول لي الله يبقى يمكن الحصول على عدد لا نهائي من الزاوية الموجهة المكافئة لزاوية معلومة ازاي ازود دورة او مضاعفات الدورة يقول لي الله طب ايه رأيك انا عايز اجيب قياس سالب اقول له سهلة اهو 60 وهنقص منها دورة المرة اللي فاتت عايز قياس موجب زودت عليها دورة او مضاعفات الدورة طب عايز قياس سالب نقص منها دورة يديني كام سالب 300 درجة الله يبقى يديرت اجيب قياس زاوية سالبة تكافئ زاوية موجبة معلومة ايوة عملت ايه اناقص دورة او مضاعفات الدورة يقول لي حلو الكلام يعني لو عندي زاوية سيتا يبقى عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن سيتا زائد ها نون في 360 حيث النون تنتمي الى مجموعة الاعداد الصحيحة جملة مهمة جدا يقول لي نستطيع الحصول على عدد لا نهائي من الزوايا الموجهة المكافئة لزاوية معلومة ايوة اعمل ايه ازود دورة او مضاعفات الدورة او اناقص دورة او مضاعفات الدورة يقول لي ايوة انت بحطتش ناقص ايه ايوة تعالى ما اناقل لك النون تنتمي الصاد والصاد دي ممكن تكون ايه عدد موجب او عدد سالم يبقى كده قلنا سيتا بتساوي ايه سيتا زائد نون في 360 يبقى دي جملة مهمة جدا 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 تعالي شوف تمرين الحبايبي ينطبق على الكلام ده ايوة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازاكا مستر ازاكا محمد اخبارك الله يخليك الحمد لله عندك سؤال اه عندك سؤال في القبر فيه في القبر احنا لسه بنبه يا محمد انا اخذ السؤال متابعني بقى حلة القبر ان شاء الله اتفضل يا محمد فضل يا حبيبي ماشي معا عشان انا بطبق حضرتك علي سوتك شوية عندي سؤال بيقول سبعة نعم عندي سؤال بيقول سبعة ست بص يا بحمد وقت التلفزيون وكلمني بتلفوري يا بحمد ماشي دايق وح عندي سؤال بيقول وعلي ستك شوية فضل شرعة شوية يا بحمد عندي سؤال بيقول سبعة ايه سبعة ايوى بيساوي سين زاية تلاتة ايوى بصات سالب ته قلتني من اول بقى كلا سبعة ايوى سبعة ته بتساوي سين زاية تلاتة اه ونقفل البكوس ونفتح كوس تاني جديد ايه نقفل البكوس ونفتح كوس جديد قالو خوس ولت سبعة ته يساوي ايوة سين زيال تلاتة ايه? اه قوس ده يعني? اه قوس اللي جنبه? اه صاد سالب ته الكل اس اه سالب تسعة. الكل اس? اه سالب تسعة. اه اوجد كم الشنو صار? ايوة صاحي كده. بدي اختيارات ولا حاجة? لا ما فيش اختيارات. هيلو الكلام. عندك حاجة تاني? لا شكرا يا مسلم. جميل جدا. متابع معانا الحمد اه? اه يا مسلم متابع معانك. انت موضوع جوال موجهة. ايوة. جوال متكافأة. لا انا لسه انا لسه ما اخدتها اشان. اتابع معانا محمد. اتابع معانا حبيب. يا رب. سلام عليكم. طيب. حبيب يا ريت برضو احنا تبتابعونا. احنا قلنا قلنا اشئلتها تبقى في حدود الموضوع اللي حشغالين فيه عشان مضاعش وقت الحلقة بس. يبقى قلنا دلوقتي ملحوظة مهمة جدا. اقول لك كده. القياس الموجب لزاوية موجهة بتساوي ستين درجة. اوجد القياس السالب المكافئ لهذه الزاوية. سهلة. يقول لك عايز قياس سالب ايوة اعمل ايه? اناقص منها دورة كاملة. اناقص منها تلتمية وستين. او مضاعفات الدورة. صح برضو. قلنا يوجد عدد لا نهائي. يلا ستين نقص تلتمية وستين. ايوة برافو عليك يساوي سالب تلتمية. ملحوظة في المنتهى الاهمية. خد بالك من الكلام. ملحوظة هامة جدا. ملحوظة هامة جدا. ايه هي بقى? بص معايا. اقول كده. ستين درجة. اللي هو القياس الايه? القياس الموجب. زائد. القياس السالب هاخده بقيمة مطلقة. يقول لي يعني ايه قيمة مطلقة? يعني مقياس. ماله. يعني بيتساوي ستين درجة. القيمة المطلقة بتعمل ايه? بتطير الاشارة السالبة. بتاكل الاشارة السالبة. وتجعلها كمية موجابة. تلتمية. اجمع اللي تم عباعت تلتمية وستين درجة. ملحوظة مهمة جدا. خد بالك. انا عندي قياس موجب لزاوية موجهة وقياس سالب مكافئ لها. استنتج ايه? اقول كده. القياس الموجب للزاوية الموجهة زائد زائد مقياس القياس السالب لها. يساوي كم? تلتمية وستين درجة. ملحوظة حبيبي مهمة جدا. جدا. تعالوا نشوفك مع بعض كمان تمرين. اقول لك كده. اوجد زاويتين احدهما بالقياس الموجب والاخر بالقياس السالب. يكافئ الزاوية مية درجة. حلو الكلام. انا عايز لها مرة قياس موجب مكافئ وقياس سالب مكافئ. انا سمع الشطار. يقول لي عايز قياس موجب? ايوة. زاوية دورة كاملة. زاوية تلتمية وستين. يديني كام? يديني ربعمية وستين درجة. تكافئ الزاوية مية? ايوة. طب عايز قياس سالب مكافئ. اعمل ايه? يقول لي نقص. نقص تلتمية وستين درجة او مضاعفاتها. نقص? ايوة. يعني سالب متين وستين درجة. اظن ما فيش اجمل من كده ولا اسهل من كده. اتي عايز قياس موجب مكافئ? ايوة. زاوية تلتمية وستين درجة. دورة او مضاعفات الدورة. يبقى يمكن الحصول على عدد لا نهائي من الزوايا المتكافئة. سواء موجبة او سالبة وتكافئ زاوية موجهة معلومة. اقول كده. السؤال اللي بعده. سالب متين وخمسين درجة. عايز قياس موجب وعايز قياس سالب. يقول لي الله. شدت اقتلنا القياس السالب. بالنقص? مش شرط. مش شرط. ما هو هنا? سالب متين وخمسين. لما زود عليها. ازود عليها دورة كاملة تلتمية وستين درجة. يلا ايوة. صفر واحد برافو عليك. مية وعشرة. يبقى مية وعشرة درجة. هو القياس الموجب المكافئ للزاوية الموجهة التي قياسها سالب متين وخمسين درجة. تب عايز قياس سالب مكافئ. قياس سالب ايوة. سالب متين وخمسين درجة. اناقص منها تلتمية وستين درجة. يديني سالب سفر واحد ستة. سالب ستمية وعشرة. تكافئ الزاوية سالب متين وخمسين درجة. تفهم ايه من الكلام ده? يقول لي ايوة. يعني لهم نفس الضلع النهائي. اقول لك زاوية متكافئتين. يقول لي ايوة. يعني لهم نفس الضلع اللي ايه حبيبي? النهائي. تعال نشوف التمرين اللي بعده. اقول كده. عين قياس اصغر زاوية. عين قياس اصغر قياس موجب لكل من الزاوية. سالب ستين درجة. ده قياس ايه? سالب. عايز قياس موجب. يقول لي سهلة. زود عليها ايه? زود عليها الدورة. يدي لي كام? تلتمية درجة. يبقى القياس الموجب المكافئ للزاوية سالب ستين هو الزاوية تلتمية درجة. حلو الكلام. ممتع الكلام. طيب الزاوية التي قياسها سالب متين خمسة وعشرين. اعمل ايه? عايز قياس موجب. اصغر قياس موجب مكافئة هذه الزاوية. ازود عليها الدورة تلتمية وستين درجة. يلا. عشرة. خمسة. خمسة. تلاتة. انا كام? واحد. مية خمسة وتلاتين درجة. ايوة. تكافئ السالب متين خمسة وعشرين درجة. يعني ايه? يعني لهما نفس الضلع النهائي. الواحد يقول لي انا عايز اقتنع. تعال ام اقنعك. تعال ام اقنعك. اقول لك كده. انت عايز ايه? مية خمسة وتلاتين. ايوة. اهو. هنقف هنا. وقف ضلع ابتدائي. ايوة. مية خمسة وتلاتين. امشي تسعين. وكمان خمسة واربعين. يبقى كده اطعت كام? اطعت مية خمسة وتلاتين درجة. كده عملت ايه? انا هو تسعين وخمسة واربعين. عملت الزاوية مية خمسة وتلاتين درجة. شايفينها حبيبي? هسميها اهو. اهو. الف واو به قياسها مية خمسة وتلاتين درجة. عشرة. خمسة. دي خمسة لاثنين. تلاتة. وانا كام? اهو. هنا بقى. سالب زاوية الاسطية كانت كام? سالب ميتين خمسة وعشرين. طيب. سالب يعني همشي كده. همشي كده. لغاية هنا كام? لغاية هنا مية سالب مية وتمانين. لغاية هنا كده سالب مية وتمانين. وانا كام? خمسة واربعين. اطلع. ايوة. يبقى سالب ميتين خمسة وعشرين. وصلت النفس الايه? وصلت النفس الضلع النهائي. سواء مشيت في الاتجاه الموجب او لاتجاه السالف وصلت النفس النهائي كده عشان تقتنع بالموضوع حلو الكلام طيب عايزين نحدد بقى موقع الزاوية الموجهة في المستوى الاحداثي خذ بالك بالكلام انا عندي دلوقتي عملت محورين المحور الاول اللي هو سيد سيد شرطة والمحور التالي ساد سيد شرطة يقول لي ايوه عرفها المحاول المتعامدة متقاطعة في نقطة واو وهي نقطة الاصل طيب تخيل الضلق النهائي منطبق على الضلق النهائي يبقى زاوية بكام الضلق النهائي منطبق على الابتدائي يبقى زاوية بكام بصفر طيب يعني كده الضلق النهائي منطبق على واو سيد موجب يبقى زاوية بتاعته بصفر طب الضلق النهائي منطبق على واو سيد موجب يبقى زاوية بتاعته بكام يا حبيبي يبقى زاوية بتاعته بموجب تسعين طب الضلق النهائي الضلع النهائي منطبق على ووسط سالب يبقى عامل زاوية كام يقول لي سهلة عامل زاوية مستقيمة 180 درجة يعني عامل قائمتين 90-90-180 قائمتين يقول لي أيوة طيب لو انطبق على ووسط سالب يبقى عامل 3 قوائم يعني عامل 270 طيب لو رجع لف تاني كده وعمل دورة كاملة أيوة واحد يقول لي أنا فاكر دورة كاملة أيوة يعني 360 درجة يعني عاملين أربع قوائم خد بالك بالكلام والله لو كان الضلع النهائي بتاعي أكبر بيقع في الربع الأول إمتى إذا كان الزاوية بتاعتي سيتا ملها أكبر من 0 وأقل من 90 سيتا أكبر من 0 أقل من 90 درجة إذن سيتا تنتمي للربع الأول سهل اللعبة طيب إذا كان سيتا أكبر من 90 أقل من 180 سيتا تنتمي للربع الثاني أنا سمع الشطاب يرد علي أكبر من 180 أقل من 270 تقع في الربع الكام الله عليكم الربع الثالث سيتا أكبر من 270 وأقل من 360 تنتمي للربع ساوي 90 درجة يا ترى بتنتمي الآن الربع أنت بص معي على الرسمة ورد علي أنت يقول لي الله ده إيه ده ده بتقع الحدود تسمى زاوية حدية أو زاوية ربعية طيب أنا عندي كم زاوية ربعية عندي خمسة عندي كم زاوية ربعية عندي خمسة يقول لي أيوة الصفر الصفر والتسعين 180 270 360 خمس زاوية حدية يعني إيه يعني بتقع المحاور يوه بالتالي ما بتقعش في اربع وصل الكلام حلو الكلام بسميها زاوية يا حبيبي أيوة جميل جدا زاوية حدية أو زاوية ربعية عين الربع التي تقع فيه كل من الزاوية 67 سهلة تقع في الربع الأول 130 سهلة تقع في الربع التالي يقول لي أيوة أكبر من 90 وأقل من 180 225 أيوة 225 تقع في الربع الثالث أكبر من 180 وأقل من 170 طيب 315 في الربع الرابع 270 حدية أو ربعية بتقع الحدود سالم 45 يقول لي أيوة سالم 45 العالها بطريقتين واحد لعيب هيقول لي إيه بقى هيقول لي كده أنت عايز سالم 45 أقول له أيوة يقول لي سالم 45 هلعبها كده يقول لي يعني هنزل كده همشي كده يبقى 45 دي سالم 45 تنتمي للربع الله عليكم تنتمي للربع الرابع واحد قال لي لأ أنا هجيب المجابة المكافأة هجيب المجابة المكافأة هزود 360 أيوة يديني 315 315 تقع في الربع برضو تقع في الربع إيه في الربع الرابع جبتها كده أو كده برضو صح حلو الكلام طيب تعال نشوف إيه العلاقة بين التقديرين أنا أخذ التقدير الستيني القياس الستيني للزاوية يقول لي أيوة واحد درجة أو الدقيقة والواحد درجة بتساوي 60 دقيقة طب والواحد دقيقة بتساوي 60 ثانية الكلام دا اتخذته قبل كده أيوة اللي هو القياس الستيني طب القياس الدائري تعال معايا كده لو أنا عندي دائرة وعندي قد الدواير متحدة في المركز أيوة وعندي هنا أنصف أختار أيوة سميت ألف به جيم وين ميم وين سين صاد عين لو أسمت طول القوس طول القوس ألف سين على نق الدائرة الصغرى وأسمت طول القوس به صاد على نق الدائرة التانية مين صاد وأسمت طول القوس في الدائرة اللي هو طول القوس عن جيم على طول نص خطر الدائرة الكبرى مين معين أيوة التلاتة هيطلعوا بالنسبة سبتة وهذه النسبة تسمى القياس الدائري للزاوية المركزية ويساوي ايه طول القوس على نق الدائرة مهمة جدا القلاقة قلنا سيتا دائري هو القياس الدائري للزاوية المركزية بيساوي ايه طول القوس المقابل للزاوية على نق الايه على نق الدائرة تعالوا شو بمثال اقول لك كده وحدة القياس الدائري وتسمى الريديان الريديان هو عبارة عن ايه وحدة القياس الدائري يعني ايه الكلام ده يعني هو قياس زاوية مركزية تقابل قوس طوله يساوي طول نص خطر الدائرة يعني لم بتساوي نق ايوه يبقى سيتا دائري قلنا القانون بيساوي ايه لم على نق لم بتساوي نق يديني واحد دائري هي وحدة القياس الدائري تعالي شوك مسألة مع بعض هقول لك كده يقول لي اه يبقى دلوقتي اذا علمت اذا انا قدرت اجيب اديتك كده قلتلك سيتا بتساوي سيتا دائري بتساوي لم على نق عندك كم متغير عندي تلاتة عندي سيتا دائري وعندي لم وعندي نق اديك اي اتنين واطلب التالت تعالي شوك مسألة سريعة مع بعض اقول كده اذا كان لام بتساوي تمانية باي لام بتساوي تمانية باي سانتي لو طوله قوس ونق بتساوي اتناشر سانتي اوجد سيتا دائري حلو الكلام يبقى كلام مباشر احط القانون لام على نق اللام بكام تمانية باي على النق بكام باثناشر اسم على الالة هيطلع بكام اتنين وواحد من عشرة دائري عملتها على الالة ايوة والبي على الالة ايه شفت اكسبت واحد قال لي لا على الاربعة فيها الاتنين على الاربعة فيها التلاتة او الاتنين على تلاتة باي دائري صح عملتها كده صح عملتها كده صح سبتها بدلالة باي ايوة عملتها بدلالة دال صغيرة ايوة الاتنين هم هم يبقى عبر عن سيتا دائري بدلالة باي او بدلالة دال صغيرة هي هي ايوة حلو الكلام راجع معايا القانون سيتا دائري بتسوي ايه يقول لي لا بعنا نق اعلم اي اتنين اجيب التالت كمان مسألة اقول لك كده طول القوس خمسة باي سنتي وسيتا دائري باي على اتنين حلو الكلام اوجد نق يقول لي سهلة حط القانون سيتا دائري بتسوي ايه لام على نق انت عايز ايه يقول لي عايز نق عايز نق مجهولة ايوة طلع نق فوق ونازل السيتا مكانها يبقى النق بتسوي ايه ايوة اللام بكام خمسة باي على سيتا دائري بكام باي على اتنين الباي راحت مع الباي ومقام المقام يطلع بسط خمسة في اتنين بكام بعاشرة سنتي وحصرت على النق اظل لي مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده كمان واحدة اقول كده سيتا دائري بتسوي خمسة على اربعة باي وكان نق بتسوي تمانية سنتي اوجد طول القوس حط القانون سيتا دائري بتسوي ايوه الشطار سمعوني لام على نق العايز اللام يقول لي اضرب مص يبقى اللام بتسوي ايه سيتا دائري في نق طب السيتا دائري بكام خمسة على اربعة باي فيه النق بكام بتمانية اختصر اتنين في خمسة عشرة باي سيتا كده ايوه صح سنتي والباي تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة دربت في عشرة ايوه واحد تلاتين واربعة من عشرة سنتي عملتا كده صح عملتا كده برضو صح يعني عملنا كده او كده برضو صح اللام بتسوي عشرة باي سنتي ايوه وابعرف ان الباي بتلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة اخر حاجة حبيبي العلاقة بين التقدير الستيني والتقدير الدائري اقول كده انا عندي سين درجة وعندي سيتا دائري عايز احول من الستيني الى الدائري خد بالك بالكلام سين درجة عايز احولها الى تقدير دائري اعمل ايه اضرب سين درجة في باي على مية وتمانين طيب لو عندي سيتا دائري وعايز احولها وعايز احولها الى تقدير ستيني اعمل ايه اضرب سيتا دائري في مية وتمانين على باي مهم الكلام جدا اخر مسألة معنا النهاردة اخر حاجة معنا النهاردة هقولك مرة حول للتقدير حول الى التقدير الدائري إلى الدائري ومرة حول للتقدير الستيني أقول كده 180 درجة حولها التقدير دائري يقول لي أيها سهلة أضرب في باي على 180 دي معادي يعني تكافئ باي أقول لك كده حول 90 درجة إلى التقدير الدائري أضرب في باي على 180 اختصر يعني باي على 2 أقول لك كده 270 درجة اضرب في باي على 180 تطلع 3 باي على 2 حلو الكلام سهل الكلام العكس بقى لو قلت لك كده باي على 3 دي بالتقدير إيه واللي بالتقدير الدائري أقول لك حولها ستيني باي على 3 أضرب في 180 على باي عكس الكلام هنا أخذ بالك اختصر دي معادي 130 على 3 باي على 3 بالدائري تكافئ 60 درجة بالستيني أقول 3 باي على خمسة حولها إلى تقدير ستيني أضرب في 180 على باي الباي مع الباي اختصر خمسة هنا أديني كام 3 بقت كام خمسة 3 36 اضرب يعني 108 درجة حلو الكلام حولت التقدير الدائري إلى تقدير ستيني التين والتين من 100 دائري عايز أحولها إلى تقدير ستيني اضرب في إيه ستيني أيوة 180 على باي واعملها على الآلة واعملها على الآلة أيوة واعمل واعمل كمه هيطلع الناتج 115 درجة و44 دقيقة و15 سانية وكده حبيبي يكون خلصنا الحصة الممتعة أول حصة في حساب المسلسات وتعاملنا مع الزاوية الموجهة وعرفتنا قياس موجة بالسالب وعرفتنا قياس ستيني وقياس الدائري وسيط دائري بتساوي اللب على نقل وعرفت العلاقة من الستيني والدائري والدائري إلى الستيني وكده يكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وأتمنى لكم أنا وكل جملائي فريق العمل لكم جميعا بالنجاح والتفوق دائما مع برنامج سر التفوق وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله